أعاد شعب عراقي من أهالي الموصل نحت قطع أثرية عن الحضارة الآشورية مؤكداً أن الإرهاب الذي تسبب بتدمير وتجريف شواخص حضرية في شمال عراق فشل بمحوها من أذهان العراقيين لا سيما الشباب الذين يسعى الكثير منهم إلى إعادة الروح الأصالة لهذه القطع الأثرية الثمينة مراسل أخبار الآن ويسام يوسف لديه تفاصيل في هذا التقرير لم يدرك الإرهاب الأعمى عندما دمر شواخص الحضارة الآشورية في الموصل أن هذا التاريخ راسخ في عقول أهل المدينة لا سيما شبابها فبرغم صغر نينوس ذي 18 عاماً إلا أن ما يقوم به أكبر بكثير من عمره فقد تمكن من إعادة الحياة إلى حضارة يبلغ عمرها أكثر من خمسة آلاف عام الكثير من المجسمات الآشورية التي دمرت من قبل داعش لأن كانت ضربة قاسية لنينو وآثارها ولكل الأمور المتعلقة بالحياة فأكيد هذا الشيء أعطاني حافز أن أسوي مجسمات صغيرة إن شاء الله بالمستقبل إذا توفر دعم حكومي نقدر نسوي مجسمات ونصب في نينو نينو استهبت منهمكم في عادة نحت العشرات من المنحوتات الآثارية القديمة بشكل يتناسب مع رؤية أبناء جيله لهذه الآثار فوقع ما قام به داعش من تدمير وتجريف للآثار الآشورية في الموصل كان قاسيا على هذا الشاب العراقي الذي بدأ منذ ثلاث سنوات بإعادة روح الأصالة لهذه القطع الثمينة رسالتي للعالم كشاب عراقي ونحات أنه نريد نوصل الرسالة أنه إحنا شعب نحب الحياة ونحب نعيد الآثار اللي دمروها داعش خاصة أن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة بعد داعش أن نعيد هذه الآثار بشكل بسيط العمل الذي يؤديه نينوس جعله رائدا في حمل رسالة حضارية مهمة إلى العالم مفادها وجوب الاهتمام بترميم هذه الآثار التي تعتبر إرثا عالميا التواصل هو أعتبره أساس النهوض بمستقبل أفضل ومستقبل يليق بأبناء الرافدين أجيال جديدة في العراق وعت على حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم للنهوض بمستقبل البلاد بعدما أصابها دمار الإرهاب فكانت سباقة للعمل والابتكار بطرق تناسب مستقبلهم وهم مصرون على إعادة كل شيء إلى جماله وأصالته